تحية لكم برنامج الطبع الأولى في قناة الحياة وهذا أحمد المسلمين يحييكم السلام عليكم واحد الحياة فوق هطبة أسيوت صناعة الأمل في غرب أسيوت أولى مدن الجيل الرابع في صعيد مصر اسم المدينة مدينة ناصر الجديدة مش مدينة ناصر مدينة ناصر الجديدة طيب المدينة ديت بعيدة عن أسيوت كتير لا من مدخل المدينة أقل من نصف ساعة 25 دقيقة من مطار أسيوت أقل بكتير حوالي 12 دقيقة طيب مدينة ناصر الجديدة دي اللي عايز روحها يروحي ازاي في طريقين في الطريق الدائري بتاع مطار أسيوت وفي الطريق بتاع الهطبة نفسه تصل إلى هذه المدينة الرائعة الجديدة مدينة ناصر الجديدة طيب ماذا يميز هذه المدينة؟ هل فقط إن هي مساكن عشان خاطر الزيادة السكانية يتم استيعابها في مكان آخر جديد؟ لا ليس ذلك فقط طيب في إيه تاني موجود في هذه المدينة يميز ناصر الجديدة؟ نمرة واحد في مدينة طبية كبيرة جدا 37 فدان فكرة إن غير المرافق اللي موجودة أو الخدمات يكون في مدينة طبية ده شيء رائع جدا لأن الناس محتاجة يكون حواليها مستشفيات وعيادات علشان تستقر في هذا المكان وتكون آمنة من الناحية الصحية والنفسية إن جنبهم مستشفيات دي بقى مدينة طبية كاملة يعني تخدم منطقة واسعة في أسيوت وحول أسيوت اللي هي مدينة طبية الجديدة في ناصر الجديدة نمرة اتنين مدينة صناعية أو منطقة صناعية فالمنطقة الصناعية مش هتخلىها فقط مدينة للسكن إنما كمان فيها فرص للعمل والإنتاج والتنمية لأنها هيكون في هذه المدينة كتير من المصانع في المنطقة الصناعية طيب نمرة ثلاثة التعليم الجامعي في جامعتين الجامعة التكنولوجية الحديثة دي جامعة جديدة هتكون في مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوت وفي جامعة موجودة بالفعل هيكون لهذه الجامعة فرع في هذه المدينة اللي هي جامعة بدر وأسيوت يبقى إذن في فرع جامعة بدر هيكون موجودة في ناصر الجديدة وفي جامعة جديدة اللي هي الجامعة التكنولوجية الحديثة بنتكلم أيضا على ميناء بري ميناء بري كبير في مدينة ناصر الجديدة إذن بنتكلم على منطقة صناعية ومناطق تجارية وسكنية وخدمية وفندقية وسياحية كل ده لكن موجودة كمان مدينة طبية وموجودة جامعات في هذا المكان الرائع الجديد مدينة ناصر الجديدة الرئيس السيسي قال إن هذا المشروع واعد جدا وبيدي اهتمام كبير بناصر الجديدة هي على مساحة 6000 فدان إنما المرحلة الأولى أكتر من 1000 فدان بدأ العمل فيها بالفعل في الواقع هذه المدينة في أسيوت كأولى مدن الجيل الرابع في صعيد مصر مدينة رائعة وهي جزء رئيسي من صناعة الأمل في مصر اتنين غزو روسيا قصة انتصار نابليون على الجميع وهزيمته أمام الصقيع نابليون بونابرت أخذ 600 ألف جندي أكتر من كده شوية وراح بيهم لغزو روسيا ولكن التلج والصقيع أدى إلى هزيمة نابليون بونابرت 1812 كان نابليون بونابرت في أوج قوته أهم إمبراطور في العالم يحكم معظم أوروبا الإمبراطور الفرنسية اللي أسسها نابليون بونابرت كانت غزت مناطق واسعة في أوروبا رأى على روسيا احتل موسكو وأحرق موسكو لكن دي كانت بداية النهاية لنابليون بونابرت فما هي القصة القصة تبدأ من عام 1804 احنا عارفين حمد الفرنسية على مصر من 1798 ل1801 نابليون بونابرت جه 1798 لكنه غادر بعد ذلك بعد مدة أوليلة جدا بقى نابليون إمبراطور فرنسا نصب نفسه إمبراطورا على فرنسا وأسقط العائلة السابقة اللي هي عائلة البربون التي كانت تحكم أو تملك فرنسا قبل نابليون بونابرت يبقى 1804 نابليون إمبراطورا على فرنسا نابليون بونابرت لما بقى إمبراطور بدأ في التوسع قوى الجيش الفرنسي عمل تحديث غير مسبوك في فرنسا بعد كده انطلق خد أجزاء من إيطاليا وألمانيا وبولندا والجيكا والنمسا يعني عمل إمبراطورية واسعة جدا في ذلك الوقت اللي كانت فضلاله ومشاكسة معاه بريطانيا لأن بريطانيا عندها أقوى أسطول في العالم هو ما يقدرش يبني أسطول أقوى من بريطانيا في ذلك الوقت عايز وقت كتير جدا تكاليف كتيرة علشان يقدر يعمل أسطول يهزم الأسطول البريطاني يبقى إذن كل أوروبا القرية تخضع للنابليون لكن الجزيرة اللي فيها إنجلترا لا تخضع للنابليون فالنابليون قال نعمل حصار قري على بريطانيا طب الحصار القري معناه إيه؟ معناه إن منع التجارة تماما بين بريطانيا وأوروبا في هذه الحالة يعني حيموت بريطانيا تدريجيا على صدر الاقتصادي فقفل كل مواني أوروبا قدام بريطانيا لا تجارة مع بريطانيا في أوروبا لكن البلد المهم اللي بيتاجر مع بريطانيا روسيا لابد كمان ينضم إلى هذه المقاطعة أو هذا الحصار الاقتصادي على بريطانيا كلم القيصر ألكزندر الأول اللي هو قيصر روسيا وقال له نحن لازم تشارك معنا في حصار بريطانيا التجارة كانت كتير جدا بين بريطانيا وروسيا لكن لما ألكزندر استجاب للنابليون لأنه كان وضع أضعف من نابليون وخافي قوله لأه فقال له تمام وبدأ فعلا يوقف التجارة مع بريطانيا لكن هو اللي تضرر من قطع علاقات التجارية مع بريطانيا وبدأ يحصل تدخم مشاكل داخلية كتير جدا في روسيا وقتها فألكزندر قال لأ أرجع تاني أعمل علاقات تجارية مع بريطانيا وبدأ يستعيد أن وقت ما نابليون وكيفكر في غزب روسيا فحشت قواته على الحدود الروسية لمواجهة نابليون إذا جاء نابليون ما كذبش وطلع فارم على روسيا علشان خاطر يغزو روسيا ويسقط القيصر ألكزندر الأول الجيش 612 ألف جندي رقم مهول حتى بمعايير العصر الحديث بمعايير 2023 و2025 وبعد ذلك تكلم على 612 ألف بقاة نابليون بونابرت طلعوا على روسيا من أجل غزوها نابليون نجح في البدايات واحتل روسيا واحتل العاصمة موسكو بالفعل والجنود الفرنسيين أحرقوا العاصمة موسكو لكن بعد شفية بدأ نابليون يلاقي إن مش مسيطر على الجنود إن السقيع بدأ يزيد إن المؤن مش موجودة الغزاء مش موجود الحرائق دي كمان بهدلت موسكو فده يسحب القوات علشان خاطر يستعد لضبط هذه القوات من جديد لكن القيد العسكري في روسيا اللي عينه القيصر أليكزندر الأول كان رأيه دعوه للشتاء سيبوه للشتاء الشتاء اللي هيقضي على نابليون بونابرت وفعلاً ده اللي حصل أول موجة صقيع وأول موجة من البرودة الشديدة 30 تحت الصفر الجنود اللي جايين مع نابليون بونابرت لابسين ملابس صيفية ملابس عسكرية صيفية لأنهما راحوا في شهر يونيو فهما قالوا يعودوا يعني سبعة وثمانية يكونوا سيطروا على كل روسيا وبالتالي ما كانوش مستعدين هما هيوجهوا التلج فيما بعد لما تكون بقى لابس ملابس صيفية وبعدين منهج جداً في الطريق الطويل ده هنشرحه بعد الشفية على الخريطة علشان تصل إلى موسكو بالإضافة إلى ذلك أصلاً ما فيش أكلة ما فيش مؤن ومش عارفين أصلاً يمشوا على هذا الجليد ولما كمان التلج بيسيح بتلاقي إن بعد كده صعب إن الحركة تمشي مش مستعدين حتى عسكرياً إن هما يمشوا على هذا الجليد كفرسان أو كموشا كل ده أدى إلى إن الجيش بتاع نابليون بونابرت بدأ ينهك وبدأ يموت أعداد كبيرة منه أنت أصلاً تخيل درجة الحرارة لو في القاهرة بقت خمسة محدش عايز يخرج والناس كلها قاعدة للشربة والحاجات الساخنة تخيل إنها صفر لو هتعزم حد مش هيخرج أصلاً يتعزم تخيل بقى إنها تلاتين تحت الصفر وبعدين بقى مش حد رافض عزومة إن يخرج ده ره يحارب ويموت أو يقتل الآخرين وأنه عرض للقتل طوال وقت فالحرب في تلاتين درجة تحت الصفر شيء صعب جداً مروع جداً النتيجة الإجمالية لما القيد العسكري الروسي قال دعوه للشتاء فالشتاء فعلاً قضى على نابليون بونابرت 612 ألف جندي رح بهم نابليون فضل معاكم 100 ألف جندي فقط من 612 ألف لميت ألف يعني تقريباً أكتر من نص مليون قتلوا نتيجة موجة الصقيع والبرد المروعة التي وجهت نابليون بونابرت لما لقى نفسه خلاص الجيش بيتآكل سلاح الفرسان العملاق ده بيتهاوى قرر يرجع باريس بسرعة قبل ما الأوروبيين يعرفوا أنه تهزم فيهجموا على باريس لما راح باريس وحاول يثبت الأمور كان خلاص الجيش بعد كده وصل منهج تماماً وبقى الجيش وضع صعب المالك بقى أو القيصر في روسيا ألكزندر الأول قال ننتقم من نابليون بونابرت وقال جملة شهيرة إما أنا أو نابليون بونابرت لما احنا الاتنين على عرش في وقت واحد لا إما أنا وإما هو وبدأ يحشد أوروبا في مواجهة نابليون بونابرت الطبقة الأريستقراطية كمان في روسيا كتضد نابليون بتحتكره لدرجة أن نابليون بونابرت لما قال القيصر أيام بقى ما اتفقوا مع بعض على مقاطعة وحصار بريطانيا إنه يريد أن يتزوج أخت القيصر فالقيصر صدم أنت مين علشان تناسب القيصر؟ قيصر روسيا وقال له أن هي صغيرة وبعدش فيجوزها لأمير ألماني فالطبقة العليا في روسيا كان بتحتكر نابليون والقيصر مش ناسي أبدا إلا حصل في موسكو لما غازها نابليون فقرر إسقاط نابليون بونابرت وفعلا نجح يحشد قوات أوروبية وأوروبا كلها هجمت على نابليون وهزم نابليون أول هزيمة كبيرة 1813 في معركة الأمم الجيش بقى اللي كان عملاق ده بس الجزء اللي راح معاه لروسيا كان 600 ألف وشوية الجيش ده بقى كان 90 ألف فقط بعد كده وصل القيصر إلى باريس وتم إسقاط نابليون فساب الملك لابنه ونفو إلى جزيرة اسماء إلبا في جنوب إيطاليا قعد نابليون 100 يوم شاور النفس وقال لك لا مش نابليون بونابرت إلا ساستن بسرعة نرجع تاني على باريس ونحاول تاني ورجح فعلا بعد 100 يوم في إلبا إلى باريس من جديد وبدأ يحارب مرة أخرى القوات الأوروبية لكن 1814 قتل معركة النهائية وطرلو في بلجيكا وهزم نابليون إلى الأبد وتم نفيه إلى جزيرة بعيدة جدا حتى هو هناك ما كانش في سجن سيبين وقى اطلع برا الجزيرة شوفها تروح فين اسماه سان تهيلانة في جنوب المحيط الأطلسي إلى الآن أصلا يعني صعب جدا الوصول إلى هذه الجزيرة نابليون بونابرت قصة مثيرة جدا 20 سنة حرب 6 سنين نفي ولكنه استطاع أن يحتل لمعظم أوروبا ثم هزمه السقيعة على الخريطة هنحاول نوضح المشوار الطويل اللي قطعوا من باريس إلى موسكو وكذلك النفي بقى للمشوار الأبعد إلى سانت هيلانة جنوب المحيط الأطلسي بشكل تقريبي مش خريطة دقيقة دماء بشكل تقريبي فرنسا هنا وهنا ممكن نلاقي بروكسل بلجيكا هذه فرنسا هنلاقي هنا ألمانيا وبعدين بولندا بيلا روسيا وبعدين موسكو تبقى هنا نفترض يعني طبعا هنا كده المسافات يعني بعدت بس موسكو بعد بيلا روسيا روسيا أدي موسكو هنا شوف بقى هو ميشي من باريس هنا شمال غرب أطع بقى المسافة ألمانيا بولندا بيلا روسيا روسيا لغاية ما وصل إلى موسكو بكام بستمية واثناشر ألف رجع بكام بمية تقريبا مات كام نص مليون يعني في الرحلة دي نتيجة هو احتل موسكو وحرقها وكل حاجة بس وهو بقى راجع بيحاول رتب أموره من جديد مات كل هذا العدد تخيل نص مليون قتيل في معركة واحدة اللي هي معركة دخول موسكو والخروج منها لما وصل بقى باريس هنا قبل بقى ما الناس الأوروبيين دول يعرفوا إن هو اتهزم هزيمة نقراء هنا جراجع بسرعة سيطر على لكن كان القيصر هنا نيكولالتكلمنا عنه القيصر أليكزندر الأول عفوا قال إن إحنا لابد إن إحنا نسقط نابليون جمع الناس دول ضد نابليون بنابرد هنا بقى الجيش كام تسعين ألف راح جزيرة إلبا إيطاليا هنا هنا جزيرة إلبا في الجنود البحر المتوسطي بإلبا هي بعد سقلية سردنيا رقم ثلاثة يعني ثالث جزيرة بعد سقلية وسردنيا قاعد مئة يوم في إلبا وبعدين جراجع تاني على باريس علشان يحارب اتهزم فين في بلجيكا معركة اسمها وطرلو دي خلاص كانت نهايته تم نافيه فين بقى آخر الدنيا هنا اللي هي سانت هيلانا ده المحيط الأطلسي جنوب المحيط الأطلسي يبقى إذن نابليون بدأ هنا في باريس 1900-1804 وبعدين أخذ معظم أوروبا هزم في موسكو رجع من جديد اتنفى في إلبا حاول تاني فشل تالت اتنفى ست سنين في سانت هيلانا دلوقتي سانت هيلانا يعني السياحة بتاعتها قيمة على أن الناس تروح تشوف قبر نابليون بونابرت وحتى في جزيرة إلبا ده السياحية بتاعتها أنه تعالى جزيرة إلبا وتفرج على المكان اللي كان فيه نابليون بونابرت قصة مذهلة قصة نابليون بونابرت 26 سنة 20 سنة حرب وست سنوات نفية هزم أوروبا وهزمه السقيعة تلاتة الفنان الكبير عادل إمام يشيد بالموسم الجديد من برنامج الطبع الأولى على قناة الحياة الفنان الكبير الأستاذ عادل إمام تشرفت باللقاه قبل سنوات وبعدين فجأت أن الأستاذ عادل إمام بيتابع برنامج الطبع الأولى وأبدأ إعجابه بيئة المنهج والطريقة اللي بيها هذا البرنامج ومن وقتها توثقت علاقتي بالفنان الكبير الأستاذ عادل إمام وعبر سنوات زرت فيها في بيته في المنصورية وقابلت هناك إصام إمام ورامي إمام الأسد الكبار وأصدقاء وأفراد مقربين من الأستاذ عادل إمام الذي تلقبه الصحافة العربية بزعيم الفن العربي والحقيقة كمان فجأت وسعت بأن الأستاذ عادل إمام بيتابع الموسم الجديد من برنامج الطبع الأولى على قناة الحياة ولما عرضنا وناقشنا كتاب الأستاذ أيمن الحكيم الناقض الفني اللي هو كتاب عن الأستاذ عادل إمام وقصة حياة عادل إمام سعت جدا برد فعل زعيم الفن العربي عادل إمام على ما قلناه في برنامج الطبع الأولى الأستاذ عادل إمام ركيزة أساسية من ركائز القوى الناعمة المصرية وهو أيضا جامعة عربية فنية جمع العرب من المحيط إلى الخليج كل التحية والتقدير للأستاذ الكبير عادل إمام وفاصل ونكمل أربعة ولكن ليس لدينا فكر كوري قراءة في كتاب الكوريون مايكل برين عنده كتاب اسمه الكوريون في الكتاب ده ملحظة لطيفة جدا وطبعا مباغتة بيقول إن هو كان أستاذ في كوريا إحدى الجامعات في كوريا الجنوبية وبعدين هو بيدرس للطلبة أو هو ماشي في الشارع أو هو في أي مطعم أو كفية أو في أي مكان بيتسئل دايما أنت أستاذ إيه فقال أنا بدرس الفكر الكوري قالوا الفكر الكوري نصى ما عندناش فكر كوري أنت بتدرس الفكر الكوري إزاي وقتها فعلا كان الشعب مقتنع إن فيش حاجة يسمى الفكر الكوري وإن الفكر ده ممكن يكون فرنسي ألماني بريطاني أمريكي إيطالي أوروبي لكن ما فيش فكر كوري وإن كوريا لم تصل إلى مستوى أن يكون عندها فكر كوري طبعا كانت كوريا في ذلك الوقت لسه بتصعد وقبل الستينات كانت كوريا في وضع بائس للغاية وفي الخمسينات كانت حرب صعبة جدا أدت إلى تقسيم شبه جزيرة كورية إلى شمال وجنوب من وقت تبقى في كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ومات أربعة مليون في الحرب الكورية يبق إذن إما أنها شبه جزيرة محتلة قبل كده أو أنها دخلت حرب أهلية مات أربعة مليون وبعد كده وضع بائس جدا 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 واقتصاد مفيش اقتصاد تقريبا إلى أنه بعد كده بدأوا يتطور كبير جدا فلدرجة أن مؤلف كتاب الكوريون بيقول أنه كان أي كوري قبل يقوله معقول في عاجة اسمها الفكر الكوري إحنا عندنا فكر كوري لأنه بعد كده لقينا كوريا الجنوبية صعدت وبقت من النمور الآسيوية المهمة وبعد كده بقت قوة اقتصادية عالمية كبيرة وبقت دولة مؤثرة جدا في الاقتصاد العالمي رحلة كبيرة جدا لابد نقف عندها زي الكوريين اللي كانوا بيستغربوا أنه عندهم فكر كوري اللي دخلوا حرب أهلية مدوية بهذا الشكل اللي كانوا بلا اقتصاد تقريبا وبلا حياة يعني متقدمة على أي صعيد زي عملوا هذه المعجزة الكورية من وضع صعب جدا إلى وضع متقدم جدا كتاب الكوريون لمايكل برين بيشرح إزاي بلد بلا فكر بقى عندها فكر وبلد بلا تقدم بقى عندها تقدم وبلد بلا تنمية بقى عندها تنمية وبلد خارجها من الدم والحرب والقتل بقى تقدم أكبر منتجات اللي موجودة في العالم وبتنافس في كل المجالات التكنولوجية الحديثة الكوريون لمايكل برين كتاب يستحق القراءة شكرا لحضراتكم وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبع الأولى ترجمة نانسي قنقر